خليني أبدأ بترامب بترامب هل مجموعة التجارب النجحة أو اللي خضها واللي قلبت الموازين ممكن تكون اللي صالحه في الانتخابات الرئاسية 2020؟ أنا واضح جداً أنه أهم المنجزات واللي هتمكنه بالفعل من أن يخوض هذه الانتخابات بنجاح هو تقدم الاقتصادي اللي حصل وهبوط معندلات البطالة إلى أدنى درجة لها في الولايات المتحدة لحد أظن أربعة تنمية تقدم الاقتصاد ومعالجة قضية البطالة تمكنت رفع شعبية ترامب إلى أقصى درجة يمكن أن تصل إليها نهاردة ترامب بيتمتع بمساندة واضحة في الانتخابات بحيث أصبح من المؤكد أنه سوف يفوز بفترة ثانية من الانتخابات الأمريكية وأعتقد أنه من كل عشر أمريكان ستة مؤفين وراء ترامب غرم وجود أغلبية برلمانية ترى أن ترامب لا يصلح لأنه يكون رئيساً للولايات المتحدة لأنه تقلب ولأنه بيضع العالم وبيضع الولايات المتحدة أمام خيارات صعبة على أي الحالات فوز ترامب بات مؤكداً طبقاً لاستقصاءات الرأي العام لكن الذي أصبح مؤكد أيضاً أن عصر الأيمان الأمريكية يكاد وانتهي وأن هذا العصر يعني انتهى يمكن أن يكون الأمريكان وجهة نظر مختلفة وجهة نظر مغيرة لكن ده مش نهاية العالم الأول كيفية الأيمان الأمريكية تفرض أن القرار الأمريكي رئيس مجلس إدارة العالم هو قرار العالم بيأكمله نهار دراء يمكن العالم يتعايش مع قرارات أمريكية لا يرضى عنها روسيا لا ترضى عنها الصين لا يرضى عنها الاتحاد الأوروبي بل هو ده الوضع الرائعي أنه بيعارض الولايات المتعلة وهيمنتها وسيطرتها على العالم نسبة كبيرة من دول الاتحاد الأوروبي إلى حد يمكننا من أن نقول أنه فيه تشقاق في الصف الغرب